استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني أثناء اقتحامهم مدينة نابلوس وفي سياق آخر تجددت المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب تفجير منزل الأسير أسامة طويل في المدينة نفسها قالت مصادر محلية إن قوات التحالف الدولي تستمر منذ ثلاثة أيام بتنفيذ مناورات بمحيط حقل غاز كونيكو الشمال شرق دير الزور حيث شاركت في المناورات أنواع جديدة من الطائرات الحربية والمروحية أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط 400 ألف قرص من مادة المي بيتامين المخدر مخفية داخل شاحنة نقل بضائع وكل معد للترويج بمحافظة جدة فيما قبضت السلطات على متورطين بينهم سوري طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو بتحصيل 11 مليار دولار لدعم الشعب السوري وقال أنه لينبغي توقيف الغذاء عن أكثر من 2.5 مليون سوري مؤكدا على ضرورة الاهتمام باللاجئين والمجتمعات المستضيفة قال المسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يختار مسال التطبيع مع ميليشيات الأسد وضف المسؤول بأن الظروف غير متاحة لتغيير سياسة الاتحاد تجاه بشار مؤكدا عدم تراجعهم عن دعم الشعب السوري قال رئيس وزراء استراليا أن بلاده ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب مقر للبرلمان بسبب مخالفات أمنية في حين أشار دبلوماسي روسي بأن موسكو ستطالب مشورة قانونية بشأن هذا القرار اشتركوا في القناة